سنة سعيدة مليئة بالأفراح والمصرات وبعيدة عن الآلام والآفات كانت من كل شي الصرور والصحة والنجاح سنشارك معكم واحدة حلوة في عيد ميلاد في هذه الساعة البيضات مهم الكيكة الاعتية غيرها في الساعة البيضات وكتسكار وخميرة الحلويات التقيق ارتفاع انا رجلت لكم الكيكة وانتو ما عارفين طريقة الكيكة في الساعة البيضات باش كتعطي العلو وباش كتكون شوية شاهقة وهكا غادي تلمق قدر غنزيدو فين شوية يعني دقيقة تكون حسب الخالط هادي هي الكخام ديالنا اللي غادي نديرو كتكون القشدة الطريقة نديروها في الفريقو هاد الكخام شانتي باش نطلعوها وكاس ديال الحلب فقط يعني لا بغينها تكون ناجحة هنا غير بالطراء باليدوي يعني وخام ما يكونش هادنا بالطراء بالكهربائي فماشي مشكل راه نفس الوقت يعني كينا واحد عشر دقائق ديال تطلع ديال الكخام سواء باليدوي ولا بالكهربائي راه نفس الطريقة هادي وما شوفوا معايا انا غير باليدوي كنطربها مزيان وكنخليها في نفس الاتجاه يعني هاديك سلافة وضروري كنقاو البلاسة اللي كنكونو خدامين فيها كيف تيقولوا يكون المهم كنبدو نطربو في حالاكا هانتو من قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا كيفاش كتول الكتافة ديالها في الول كتكون خفيفة ولكن كنقاو نعطيوها الخطر ونعطيوها الوقت ديالها ونخدمو يدينا هاكا كنقاو من الفقلتات وحنا كندخلو لها الهواء هاتش درتو علاق بال لي ما عندوش طراب اللي بعيد مثلا ما متوفرش عليه اللي يخسر لي الاخير كيف تنقولو احنا يا الشعار ديالنا هو البساطة والجودة مهم ولا ذاكش يكون مضمون كيف تنقولو الشعار ديالنا هو سامبلي سيدي هادا راه ديالي انا اللي لقيته عندش واحد خور عارفوه هرا هو حيات انا القناة ديالي يا الله قالت بسم الله ومعولي على الدعم ديالكم وتشجيع ديالكم انتوما شوفوا معي كيف تدعبه تقربا واحد خمسة دقائق هنا او خمسة دقائق ونص او ثمانية دقائق ديال التطراب شوفوا كيف تنسقط في هذه كلافوه هنا ارتكاس واحد الغلط اللي يديرو الناس يديرو نص طور تحليب مع هاد الخنيشة ديالا كخيم شانتي هنا ايه غادي نديرو كخيم باتيسيا اغتهي طريقة الاتيادية السكار على حسب الطوق انا درت جوج مع القكبار ودرت جوج مع القكبار ديالا ومع القديل الزبدة باش اتعطينا واحد شوية ديالا وحتلتها الزبدة المعروفة تتلدد الحلوية تتلدد لكخيم ديالا وهي القجدات الطريقة ودهك الحلوية اللي بقى لنا في الاخر تنضيروه وتنخلطوه انتم تقدروا تديروه على حسب الاكخام اللي محتاجين اللي عندكم تقدروا تزيدو الحلب وتقدروا تزيدو المايزانة وتخرج لكم كيميا كتار من هادي انا كنكتفي بهال القطر صافيوهنا يداروه نخلط في البارد باش نتفادى دكتك التولات اللي كتكون ديالا كمق نخلط في حلاكا باش هدوك الحبيبات ميكونوش متعجبونيش انايرا خليت مغسلتهاش هادي كيلافوه هيا نتباش خلط لكخيم باتيسياغ حت فالاخر غادي ندير كلشي مع بعضياتو غادي نديرها فوق النار دابا من اللي كلشي دابليا وذنا يزد واحد ربعات ديال مربعات ديال الشوكولات بيض إلا كان إلا ما كانش نديرو فاني نديرو كخيم كرامال هادا كلي كتباع في الحانوت راح موجود دروري من هاد المرحلة ديال بلاستيك نغطو بيها باش ما تخرش لنا واحد القشرة ديال ما كانت عجبناش وكم داو نخلطو فالكخيم جوج كتبالي نفحل واحد كخيم ديبلومات هانا للإضافة بغينا نديرو الروح ديال بغينا نديرو اللوس بغينا نديرو شوكولات بيض بغينا نديرو سوكخ فاني بغينا نديرو أي حاجة عنا كتعطينا واحد النكهة كنديروها هادو را كيعطى واحد الامتياز ولكن انا منيض قط هاد الكخيم جاتني مزيانة يعني في المتناول وكتبقى قابطة انا قدرت هاد العملية حيث اللي ما عندوش لا جيلاتين ولا ما كيبغيش يستعمل لا جيلاتين فالمايزينا راها كتقبط الحاجة كتبتها راها معروف هاد القضية نشارها هاتي تبت وكيختر القضية تتولي عنا ما تطحش يعني وخان ديرو اللي كخيم نديروها في حالقاناج ولا نزوقوا بيها ولا نعمرو بيها الماكارون لأي حاجة فهد الكخيم راها مزيانة هنا غيمدوه في المونتاج نفس المول اللي طيوت فيه الكك واللي غادي ندير فيه وخايكون مهرس وخايكون مهمة شي مشكل قطعتها على ثلاثة وكان نسقيه بالحليب بارد وكان نسقيه مزيان كنحاولو نعمرو الكاك ديالنا في فقاع البلايس كنستفو الفاوكين اللي نالبانا الكيوي المونغ الاناناس اي حاجة كتعطيني وحد لاف خاشو خصوصا الفاوكين اللي كتكون سهلة في في الماكناة ديالها في حال في حال نقاس اللي بعويد ولا مهم اللي كتكون نرتبة باش نديرو شي حاجة اخرى اللي ما غاديش تواته مع هاد الكاك وكان بقاونا المونطة وطبقات تانية كدلك نفس الطريقة كنسقيه بالحليب وكان دهنو وماشي مشكله لك انهم هرسين فكل شي كيتقاد بلا كخام وكان سقاو عاو تاني بالحليب وكان وكان نقادو نديرو لعفينيسيا كندوزو على كان بدو بالجوانب وملو ولين في المول حيط الجوانب ومل اللي يعطيه المنظر والداخل ماشي مشكله من قوة هالله هالله ومن بارة بارك الله اه هنا نديرو واحد الجلاساج في السكال في جوج معلق دير البودر كاكاو وجوج معلق دير الكاكاو المور ولا جوجة الخنيسة دير الكاكاو المور كنضيف اليوم شوية الماء على حساب الكتاف اللي كان بريه انا كي اللي كي بريه خفيف كي اللي كي بريه تقيل كي اللي كي بريه بين و بين تهوى ضروري تخلط في البارد نخلطو العناصر كاملة وكام قاوة نزيدو في الماء بشوية بشوية انا حاولت ما نسرعش معكم بزاف هاد القادية باش شوفوها حتى الجلاساج هادة تيجي ساهل ونديدو زوين وغير كنديرو فوق النار كنديرو ما نزيدو في الماء على حسب السكار خصو يدوب يعني وإلى قدرنا المقليل غايت تحرق السكار ما غادي تيبقى الجلاساج مزيان كنزيدو واحد المعلقة دي الزبدة هي اللي تتعطي الله معانو كيف قلته هي اللي تتلدد المسائل واخد تكون زبدة نباتية ماشي مشكل ماشي ضرورة تكون زبدة حيوانية هنا نخلط ها هو الجلاساج دي اللي وجد درنا فوق النار غير غلا غير ذا بذلك السكار سافي باركة حتى سينوتي تيتحرق السكار تيولي كعمل ما كيبقاش غلاساج هادة هو المشكل اللي توقع هنا اقدر تنزلي فتل تحت باش نتحكم في فهد العملية دي اللي كنخوف هادة كشكلات دي وروينه ما نقولش لكم عليها ولكن ماشي مشكل على وجهكم سافي هنا يوجد هاد شي ضغير ما كناش معاولين ووجدناه بالزربة خفيف دريف هادة يلقاط زوقتها ببادلة سيجار لسويتيز والشوكولة كنت من الفيديو ديالي كنا الاعجاب ديالكم هادي درنا وحده شرينها وحده على حسب الاضواق تختلف كله وش نبغى صراحة هادي زوينا ميلاد سعيد وفيديو قادم